بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إشرف الأنبياء وسيد المسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا بكم وحياكم الله في لقاء جديد ودرس جديد من دروس مادة لغة من هذا الفصل الدراسي الثالث كما يظهر أمامكم الصف الثالث الابتدائي التعليم المستمر الفصل الدراسي الثالث المادة لغتي موضوع درسنا بمشيئة الله في هذا اليوم الوظيفة النحوية الحال المفردة الدرس الأول سأخذ هذا الدرس أحبتي على الجزئين هذا هو الجزء الأول الحال المفردة بسم الله الرحمن الرحيم الكفايات المستهدفة أولا تعرف مفهوم الحال تعرفوا الحالة الإعرابية للحال صياغة جمل تشتمل على الحال نحضر الكتاب بارك الله فيكم ونفتع على الصفحة المطلوبة مائتين وتسعة وتسعين أقرأ وألاحظ لاحظوا بارك الله فيكم هذه الصورة والجملة التي بجوارها رد المعلم على السؤال مبتسما الصورة الثانية والجملة ينطلق الصاروخان في الجو مسرعين الصورة الثالثة عاد رواد الفضاء من الرحلة الفضائية سالمين الصورة الرابعة انطلقت المركبات الفضائية مزودات بالأجهزة اللازمة هيا بنا يا حبتي نحلل ما قرأناه من جمل أي الكلمات في الأمثلة السابقة تدلنا على الحال أحسنتم هذه هي مبتسما مسرعين سالمين مزودات هل تكفي هذه الكلمات للإجابة عن سؤال يبدأ بأداة الاستفهام كيف؟ نقول نلاحظ كيف أجاب المعلم على السؤال لاحظوا السؤال بدأ بكيف فقلنا مبتسما إذن تكفي كيف انطلق الصاروخان في الجو مسرعين كيف عاد رواد الفضاء من الرحلة الفضائية سالمين كيف انطلقت المركبات الفضائية مزودات بالأجهزة اللازمة إذن نستطيع أن نطرح سؤال كيف فيظهر لدينا هذه الكلمات التي تدل على الحال نستكمل يا حبتي كيف رد المعلم نقول مبتسما كيف انطلق الصاروخان مسرعين وأيضا كيف عاد رواد الفضاء سالمين كيف انطلقت مركبات الفضاء مزودات هذه يا حبتي الكلمات هل هي أسماء هذه الكلمات أم أفعال مبتسما مسرعين سالمين مزودات هل هذه الأسماء نكرات أم أعرف أحسنتم بارك الله فيكم نكرات مبتسما مسرعين سالمين مزودات أسماء نكرات أم أرفوعة هي أم منصوبة أم مجرورة نلاحظوا يا حبتي حركة الأخيرة إذن منصوبة هي أسماء منصوبة ولاحظوا صاحب الحال في كل مثال هل هو معرفة أم نكرة أحسنتم معرفة رواد الفضاء المؤلم أجاء قبل الحال أم بعده صاحب الحال قبله إذن ما المواقع الإعرابية لصاحب الحال نقول فاعل موقع صاحب الحال الإعرابي هو الفاعل نستكمل بارك الله فيكم نعدي الأمثلة السابقة ثم نملأ الجدول التالي صاحب الحال المعلم موقعه الإعرابي الفاعل الحال مبتسما ألامة نصبها الفتحة الجملة الثانية أحسنتم الصاروخان فاعل والحال أحسنتم مسرعين وألامة النصب هنا ألياء لأنها مثنى كذلك رواد الفضاء فاعل سالمين ألامة النصب ألياء لأنه جمع مذكر سالم أما في الجملة الأخيرة المركبات أيضا فاعل والحال مزودات وعلامة النصب هنا الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم هيا يا حبتي نستنتج التالي لاحظوا بارك الله فيكم وتأملوا ذلك جيدا لدينا هنا الصاروخان الصاروخان ال إذن معرفة هذا صاحب الحال وكذلك موقعه فاعل أما يا حبتي إذا نظرنا إلى الحال نلاحظ مسرعين مبتسما سالمين مزودات هي أسماء نكرة وألمتها وحالتها الإعرابية النصب ففي المفرد الفتحة وفي المثنى اللياء وفي جمع المذكر السالم كذلك اللياء وهنا جمع المؤنث السالم مزودات الكسرة فنلاحظ يا حبتي أن الحال هي اسم مبتسم مسرعين سالمين مزودات وهذا الاسم يا حبتي هو اسم نكرة كذلك دل على حال صاحب الحال دل على الحال نستطيع أن نستنتج هذه الحال بالسؤال كيف وكذلك يا حبتي هذه الأسماء منصوبة فنصبت بالفتحة في المفرد وفي المثنى وجمع المذكر السالم نصبت باللياء وفي جمع المؤنث السالم نصبت بالكسرة إذن يا حبتي نستنتج ماذا نستنتج بارك الله فيكم أن الحال اسم فراغ منصوب اسم ماذا سنتم نقول نكرة اسم نكرة منصوب يبين هيئة اسم يبين هيئة اسم فراغ قبله اسم ماذا عكس نكرة أحسنتم معرفة يبين هيئة اسم معرفة قبله يسمى صاحب الحال وعلامة الحال أن يصح وقوعها في جواب السؤال بماذا أحسنتم بكيف إذن يا حبتي بارك الله فيكم كذلك بعد أن تعرفنا على الحال أنه اسم النكرة منصوب يبين هيئة اسم معرفة قبله يسمى صاحب الحال وعلامة الحال أن يصح وقوعها في جواب السؤال بكيف نصل هنا يا حبتي إلى نهاية درسنا تبقى لدينا بالتأكيد التطبيق على هذا لنتأكد من معرفتنا جيدا ولكن تذكروا يا حبتي الاستنتاج الأخير جيدا وحفظوا أن الحال اسم نكرة منصوب يبين هيئة اسم معرفة قبله ألا وهو صاحب الحال يبين حاله ونستطيع أن نجيب ونستنتج هذه الحال بالسؤال بكيف تذكروا يا حبتي الحال دائما منصوبة ودائما نكرة شكرا لكم يا حبتي وصلنا إلى نهاية درسنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر